بسم الله وصلاة والسلامة للرسول الله الدرس الخامس كافية وضع خلفية وتكون في صور فوق الخلفية ومع وضع إطار للصور نختار والشي الصور الأولى وأسحبه لمنطقة العمل نكبر شوي بس اختار الصور الثانية ونزلها اختار الصور الثالثة وأسحبها هنا وأمد الصورة إلى حجم العمل أجي للصورة الأولى وأجي هنا أضغط على الزر هذا بعدها أسحب للأسفل أشان بس أصقر حجم الصورة بعدها أجي للصورة الثانية نفس الطريقة أسحب بعدها أعطيه X أسحب الحجم وأعطيه X طيب الآن للصورة الأولى والصورة الثانية الخطوة اللي بعدها أجي للصورة الأولى وأختار feed X video of FX أختار border اللي هو الإطار العريض أختار هذا solid white border اللي هو الخط ملون أسحبه وارمي طبعا ألاحظ الصورة الخط الأبيض ممكن أغير اللون أختار للون اللي أبغاه طبعا في عندي هنا أختار الثاني واحد لاحظ هنا الألوان ممكنني أختار الأول وتكون كده الإطار طبعا ممكن نصفر الحجم ممكن نكبر الإطار نختار اللي بعده الشكل اللي نبغاه والألوان اللي نبغاه بعدها X أختار الصورة الثانية نفس المكان ونفس التأثير أصحبه وارمي نختار مثلا الشكل هذا نختار الشكل هذا طبعا ما في ألوان لأني اخترت بدون بدون حدود للصورة أضغط X الآن طبعا إذا بعرض إذا بعرض لاحظ شكل الصورة جات على طول أنا ما أبغى هكذا في عندي الشكل هذا أصحبه طبعا نلصق الصورة لاحظ المسافة اللي هنا شوف الآن الصورة راح تجي على شكل تلاشي طيب بعدها راح تجي الصورة الثانية تختفي الصورة الأولى لاحظ هنا المسافة وتجي الصورة الثانية طيب أنا أبغاها مع بعض أصحب الصورة هذه أصحبها فوق الصورة الأولى ونأخذ نهلا من هنا الآن في الصورة الثانية جاءت على طول الصورة الثانية مع الصورة الأولى وهكذا نركب الصور حسب لي أبغاها طيب أبغا صوت مثلا أرجع للبروجيكت اللي هو المشروع أسحب لي صوت طبعا راح يكون حجمة لاحظ الحجم ممكن أسحب 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 إلى المكان اللي أبغا و نعرض من البداية نشوف الشكل اللي راح يطلع معنا نلاحظ هنا على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيل على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة طبعا الجزء هذا الجزء اللي هنا ممكن أكتب أهدأ أكتب أي شغلات ثانية وأدمجه مع الفيلم حقي هذه بصورة مبسطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر